إيه الخبرة اللي حدارك أخدتها من مجال المبيعات وساعدتك كمان تاني في مجالي؟ بصي حدارك أساساً هي القدرة على الإدارة وإنك تدير المواقف المختلفة وتدير العلاقات اللي ما بينك وما بين العملاء بتوعك وما بينك وما بين زملائك في العمل وما بينك وما بين التيمز المختلفة اللي بتتعاون معاك وإنت بتتعاون معها عشان تقدروا تحققها وتوصلوا للأهداف اللي انتوا عايزين توصلولها موضوع صعب وموضوع وخاصة لما يبقى فيه جزء مهم فني بتزداد صعوبته لكن في النهاية النتائج والمردود بتبقى مرضية والإنسان بيحس فعلاً أنه حقق حاجة كويسة خدم بيها العمل اللي بتوعه وفي نفس الوقت خدم بيها المكان اللي هو بيشتغل فيه دايماً يقولوا كده أنه المبيعات أو السيلز هي جزء كده من المبالغة خليني يقول المبالغة أه وخصوصاً في مجال زي البرمجيات مثلاً أحرارك بتباع لي حاجة أنا غالباً مش فهمها مش عارفة أي فعندك مساحة كبيرة قوي من المبالغة أي وزنتوها ازاي أو ازاي الواحد يحافظ على الانتجرتي والقيم بتاعة المهنة ما احنا في الآخر برضو بنبني سمعة شركة وسمعة شخصية طبعاً طبعاً الاتنين لناس كتير بقى بتشتغل في السوق ده وفي المجال ده طبعاً أنا بشوف أن ده تحدي حقيقي النهاردة مظبوط ومن أهم الحاجات اللي احنا بنركز عليها مع الزملاء والموظفين اللي في الشركة مهم جداً الالتزام بالمعايير دي الأخلاقية في أثناء دادية العمل وزانا بقول لحضرتك إحنا مهتمين جداً 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 بهذا لكل الوظائف إن هي تبع على وعي كامل بهذا لأنه واحنا ما عندناش أي مشكلة إنه ما فيش بيزنس يحصل أو إنه يعني نضحي بأي نخسر بيزنس لكن بنكسب سمعة وإسمو احترام بالضبط مقابل إن إحنا نحافظ على الانتجرة بالمناسبة عايزة أقف هنا لأنه ده على المدى الطويل بيكسب أكتر؟ طبعاً مئة في المئة لأن حضرتك في النهاية التعامل ما بين الناس وما بين بعضها زي ما بيقولوا يعني الناس بتتعامل مع ناس في البيزنس فلو أنا عندي سمعة كشركة وعندي سمعة كشخص إنه سمعة طيبة ومعروف إنه الالتزام بالمعايير الأخلاقية في العمل بيتحقق في الشركة دي بالتأكيد الناس هتحب كلها إنها تتعامل معها؟ ترجمة نانسي قنقر